موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طابت أوقاتكم أيها الأحبة الكرام وتقبل الله طاعتكم لو أردنا أن نتكلم عن الإسلام وعن حضارة الإسلام وعن الصحابة لما اتسعى المقام ولكننا نحاول أن نصلت الضوء على جوانب غامضة علنا نعود لنقتدي بهم في يوم من الأيام جاءت قافلة إلى المدينة المنورة قافلة من التجار جاءت إلى المدينة المنورة ومعهم من يأتي من الناس وأقاموا قرب المدينة نصبوا خيامهم وجلسوا فقال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة؟ تخيلوا رئيس الدولة يقول هل لك أن نحرسهم الليلة لعبد الرحمن بن عوف؟ اتفقا على حراسة هذه القافلة وبمينما هم يمشون في الليل إذ سمع عمر بن الخطاب بكاء طفل صغير فذهب إلى الخيمة التي سمع منها الصوت فوجد امرأة فقال لها انتبه إلى طفلك صوته وصل إلى آخر الخيام سكتت المرأة ثم ذهب وعاد مرة أخرى وإذا بصوت الطفل لم ينقطع بكاء شديد فقال عمر بن الخطاب ويحكي إني أراك أم سوء يعني لا يعقل عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه يقول لا يمكن لأم أن تترك طفلها الرضيع يبكي بمثل هذا البكاء إلى هذه الدرجة أين هو حنان الأم الأم لا يمكنها أن تترك ولدها يبكي بهذه الطريقة استغرب سيدنا عمر من هذا التصرف فلما كرر وألح علي قالت إليك عني وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين إليك عني قال لها ما الأمر قالت إني أحاول أن أفطم الولد عن الحليب لكنه يأبى قال ويحكي ولم تحاولين قالت لأن أمير المؤمنين عمر بالخطاب وهي لا تعلم من تخاطب لأن أمير المؤمنين لا يضع أو لا يفرض مالا ونفقه إلا على الطفل الفطيم وأنا أحاول أن أستعجل في فطام هذا الطفل فانسحب عمر رضي الله عنه ثم في صلاة الفجر صلى ولا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة البكاء وضع كفيه على وجهه وقال وسوأتاه كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر وسوأتاه كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر ثم أصدر بيانا قرارا للناس يطلى ألا لا تستعجلوا على فطام صبيانكم لا تستعجلوا على لا تجبروهم على الفطام حتى يصلوا إلى السن المحدد فإنا فرضنا لكل طفل في الإسلام نفقها فإنا فرضنا لكل طفل في الإسلام نفقها أرأيت كيف يكون الإسلام أرأيت كيف كان خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بحراسة قافلة اليوم في أيامنا هذه يكلف بها حارس حارس يقوم لحراسة هذه القافلة يقوم بهذه المهمة أما عمر كان يأبى إلا أن يتابع شؤون المسلمين بنفسه وأقر في هذه القصة حقا من حقوق الطفل في الإسلام بل على مستوى الإنسانية أن هذا الطفل له حق يعطى مبلغ من المال منذ الولادة كان يؤخر ذلك إلى الفطام لأنه يرضع من أمه أما عندما شاهد هذه القصة وعينها قرر أن يعطي نفقة لكل مولود يولد في الإسلام هذه الصور المشرقة أيها الأحبة هي الصور التي ينبغي أن ننشرها للناس هذه الصور التي ينبغي أن نقتدي بأمثالها أسأل الله أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة